السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم علوم للصف الثاني متوسط الجزء الثاني رح ناخذ الدرس الثاني صفحة 39 الطاقة الفكرة الرئيسة الطاقة لا تفنى ولا تستحدث وإنما تتحول من شكل إلى آخر وهي كمية قياسية تقاس بوحدة الجول الطاقة طبعا هاي تعريفة هي القابلية على انجاز انجاز شغل ما وهي كمية قياسية تقاس بوحدة قياس الشغل هي الجول يعني هذا مو تعريف الطاقة نقول عند دفع كرة فإن قوة الدفع تنجز شغلا على الكرة وعندما تصددم هذه الكرة في نهاية المسار الأفقي بالجسم الخشبي فإنها تؤثر فيه بقوة تحركه إزاحة أي تنجز شغلا أي تمكنت الكرة من انجاز الشغل لأن شيئا ما انتقل إليها يسمى طاقة كذلك عند سحب نابض فإن شغلا ينجز عليه أن يكتسب طاقة وتخزن فيه بشكل حركة عند تحريره فالشغل والطاقة مصطلحان متداخلان تعرف الطاقة تعريف الطاقة هي القابلية على انجاز شغل ما وهي كمية قياسة قياسية تقاس بوحدة تسمى الجول هذا تعريف الطاقة وشنو وحدة القياس مولتها أي أن الجسم الذي لديه قابلية لإنجاز شغل ما كان مقداريا هذا الشغل فهو يمتلك طاقة وقد مر عليك سابقا أن الطاقة عدة أشكال هي الطاقة الميكانيكية والطاقة الحرارية والضوئية والكيميائية والصوتية إذن خلاصة هذا الموضوع نعرف الطاقة وبيش تقاس الطاقة بوحدة الجول وشنو أنواع الطاقة ميكانيكية وحرارية وضوئية وكيميائية وصوتية هس ناخذ ما الطاقة الحركية جميع الأجسام المتحركة تمتلك القدرة على انجاز شغل أي تمتلك طاقة وتسمى الطاقة التي يمتلكها جسم متحرك بالطاقة الحركية إذا يقول عرف الطاقة الحركية أقول له وهي الطاقة التي يمتلكها جسم متحرك بس هذه هي الطاقة التي يمتلكها الجسم المتحرك لكن الطاقة الحركية تختلف من جسم إلى آخر تعتمد على كتلة الجسم وسرعتي وتتناسب طرديا مع كل من الكتلة ومربع السرعة هنا ماذا تعتمد الطاقة الحركية أولا كتلة الجسم وسرعته وثنيا تتناسب طرديا مع كل من الكتلة ومربع السرعة يعني نقطيا شنو هذا تعريف الطاقة الحركية أقول له هي الطاقة التي يمتلكها جسم متحرك وماذا تعتمد؟ تعتمد على كتلة الجسم وسرعته وتتناسب طرديا مع كل من الكتلة ومربع السرعة هذه العلاقة للطاقة الحركية أو قانونها نقول هذا بالعربي وهنا بالإنجليزي مربع السرعة في الكتلة هنا يعني منها الطاقة الحركية نصف في الكتلة في مربع السرعة هنا نبديها الطاقة الحركية كي كي اي يساوينا نصف ام ذي تو نلاحظ من المعادلة أن كل ما كانت سرعة الجسم أكبر كانت طاقته الحركية أكبر وكل ما كانت كتلة الجسم المتحرك أكبر كانت الطاقة الحركية أكبر فالسيارة مثلا تسير بسرعة عالية تمتلك طاقة حركية أكبر من طاقتها عندما تتحرك بسرعة قليلة نأخذ هذا المثال ونشرحه يلا عيني مثال الأول يقول لك احسب الطاقة الحركية لجسم كتلته 0.2 كيلوغرام وسرعته 2 متر عالثانية خلينا نشرحه بالورقة يلا عيني نكتب من يقول لي احسب الطاقة الحركية لأنها ساعدكم طاقة كاملة من يقول لي احسب الطاقة الحركية إذن أكتب القانون مالتها كي كي اي اي يساوينا نص ام في تو يعني الطاقة الحركية هذه قانونها نجي نطبق عليها يساوينا بما أن الطاقة الحركية مجهول أنزله نزلت النص عيني فيه اشقد الجسم الكتلة تهو يعني هذا الام الكتلة 0.2 كيلوغرام نقول فيه الفي تو يا هي السرعة يقصد بيها 2 تربيع بما أنه يعني نمشعب قانون في تربيع الكتلة هذي زين أنزل الطاقة الحركية نزلت النص فيه صفر بويند 2 أنزلها فيه 2 تربيع 4 هسه نخلي له المقام الواحد نختصر الاثنين وياما دعنا غير القلم نختصر الاربعة ويالاثنين هاي بها وحدة وهاي بها 2 ها عيني إذن شنو صارت عدي عدي صفر بويند وثنين فيه ثنين ويساوينا صفر وثنين فيه ثنين أربعة شنو ومبيش نقاص شنو وحدة قياس الطاقة الحركية الجول إذن أقول مقدار الطاقة الحركية هذا المثال الأول إن شاء الله افتهمتم نجح على السؤال السؤال هنا عدي سؤال يقول أي من الحالتين يمتلك الشخص طاقة حركية أكبر عندما يتحرك بسرعة 5 متر على الثانية أم عندما يتحرك بسرعة 10 متر على الثانية ولماذا هاي ما يحتاج لمسألة بس راح أقولها على كيف أقول له يمتلك الجسم طاقة حركية أكبر عندما يتحرك بسرعة 10 متر على الثانية ليش لأن الطاقة الحركية تزداد بزيادة سرعة الجسم أعيدة جواب هذا السؤال أقول له يمتلك الجسم طاقة حركية أكبر عندما يتحرك بسرعة 10 متر على الثانية ليش لأن الطاقة الحركية تزداد بزيادة سرعة الجسم يلا عيني هسه ناخذ الطاقة الكامنة اللخص الطاقة الكامنة عندما نرفع جسم فوق سطح الأرض فإننا ننجز شغلا ضد الجاذبية الأرضية ونتيجة لذلك يكتسب الجسم مقدارا من الطاقة تساوي الشغل المنجز عليه أي أن الجسم في موضعه الجديد يختزن طاقة بسبب موقعه بالنسبة لسطح الأرض ويسمى هذا الشكل من الطاقة والذي ينتج عن تغيير موقع الجسم بالنسبة لسطح الأرض فالطاقة الكامنة تزداد الطاقة الكامنة لجسم كلما زاد ارتفاعه عن مستوى سطح الأرض وازدادت كتلة ذلك الجسم إذن أقول تعريف الطاقة الكامنة وهي الطاقة التي ينتج عن تغيير موقع الجسم بالنسبة لسطح الأرض هذا تعريف الطاقة الكامنة هذا القانون مولتها الطاقة الكامنة تساوي أن الكتلة في التعجيل الأرضي في الارتفاع في إي يساوي أن م في جي في أج تمثل الأم الكتلة والجي تعجيل الأرضي والأجي الارتفاع هنا خلينا نحل هذا السؤال يقول بقعو شوفوا هسا هاي تمتلك الكرة طاقة كامنة عند رفعه من سطح الأرض وهذا الشلال طاقة كامنة بسبب ارتفاعه العالي عن سطح الأرض هنا سؤال على ماذا تعتمد الطاقة الكامنة؟ على ماذا تعتمد الطاقة الكامنة؟ ماذا أقول له؟ أقول له تعتمد على كتلة الجسم وارتفاع الجسم عن سطح الأرض كتلة الجسم وارتفاع الجسم عن سطح الأرض هذه على ماذا تعتمد؟ كتلة الجسم وارتفاع الجسم عن سطح الأرض ناخذ المثال الثاني يقول يقوم رجل بنقل صندوق كتلته 20 كيلوغرام من أسفل سلم ارتفاعه 2.5 إلى نهايته يقول احسب الطاقة الكاملة للصندوق يلا عيني خلينا نحل نحل المثال الثاني يلا المثال الثاني يقوم رجل بنقل صندوق 20 كيلوغرام 20 كيلوغرام هاي الكتلة من أسفل سلم ارتفاعه 2.5 متر هذا من هو هذا الارتفاع شن الارتفاع يعني اج الكتلة ام الان هاي احسب الطاقة الكاملة من المجهول الطاقة الكاملة الطاقة الكاملة الطاقة الكاملة نكتب القانون شن قانون شي يقول لي P E يساوي إن M في التعجيل الأرضي اللي هي G في H اللي هو الارتفاع P E أنزلها لأن هاي عدي طاقة كاملة مجهول الام الكتلة جد 20 في تعجيل الأرضي ما مطيني وإحنا لازم حافظينا 9.8 9.8 في H جد من طيني 2.5 يعني الارتفاع هنا أريد أضرب العشرين ويا 98 شوف الصفر ويا الفارزة تروح يعني هاي مثلا أريد أضرب العشرين في 9.8 الصفر ويا الفارزة شبيه يروح يعني يقول 2 يعني 98 في 2 2 في 8 16 2 في 9 18 1 19 أقول 196 رفت شون ضربنا طلعت 196 الصفر ويا الفارز يروح ضربت 98 في 2 طلع عنا 196 في 2 5 لما نريد أضرب 196 ويا 25 لما نريد أضرب بها أحذف الفوارز أقول 196 في 25 5 في 6 30 5 في 9 45 3 5 46 47 48 5 1 5 49 صفر المراتب 2 6 12 2 1 2 1 3 نبدأ نجمع 0 8 2 10 10 10 10 و3 3 دقيقة كان خطأنا لحظة 2 2 2 6 12 2 9 18 1 19 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 4 4 2 1 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 هذا ضرب عادي خاف هنا خربطت ضرب عادي هاي المثال الثاني يلا بقتنا بس ما تحولات الطاقة ونختم المحاضرة وإن شاء الله على المحاضرة اللخ نحل مراجعة الدرس يلا ما تحولات الطاقة تبين لك مما سبق أن الأجسام قد تمتلك طاقة كامنة أو طاقة حركية ويمكن للجسم أن يمتلك طاقة كامنة وطاقة حركية في الوقت نفسه فالطفل في أعلى لعبة التزحلق هذا يمتلك طاقة كامنة وعندما يبدأ بالتزحلق تتحول الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية ويستمر تحولها إلى طاقة حركية باستمرار التزحلق هذا يعني أن مقدار الطاقة ثابت وقد توصل العلماء إلا أن الطاقة يمكن أن تحول من شكل إلى آخر أي عملية تحول الطاقة يبقى المقدار الكل للطاقة ثابت أي أن الطاقة تبقى محفوظة فالطاقة لا تفنى ولا تستحدث إنما تتحول من شكل إلى آخر وتسمى هذه الحقيقة بقانون حفظ الطاقة وإن شاء الله التوفيق